بسم الله الرحمن الرحيم نحن نتحدث عن اعرف عيوبك اعرف عيوبك لو انت متعرفش عيوبك يبقى عمرك ما هتصلحها وعمرك ما هتعليكها يعني واحد عنده مرض هو ما عرفش ان المرض ده عنده تمام فممكن المرض ينتشر وينتشر لحد مفاجأة بي لقت الافضل ان المرض ده يبقى ليه اعراض فيروح للدكتور فيعرف ان المشكلة ايه فيبدأ يعليكها انما لو انا احنا عندنا مثلا في مجلة بيم ارابية او مؤسسة ان احنا بنحاول بنحاولها من مجلة لمؤسسة اي حد بنضام جديد بيسأله سؤال تمام ايه هي عيوبك فلواحد قال لي انا ما عنديش عيوب خالص ده يبقى عنده مشكلة كبيرة جدا مشكلة الغرور مشكلة ان هو بش عارف يعترف بمشاكله ان هو بش عارف مشاكله ان هو بش قادر يعالجها ان هو فده محتاج علاج على جنب تمام قبل ما يدخل بيم ارابية واحد يقول لك انا عيب البراءة الطيبة ده عيب السهوكة يعني ده بيحاول لي يجيب المزايا ويحاولها العيوب فلازم تبدأ تشوف واحد مثلا انا عيبي مثلا ان هو مفروض الواحد يعترف بعيوب انا انا عيبي مثلا ان انا عصبي طب ساعتها بقى نبدأ نشوف علاج العصابات ازاي وفي بعض الحاجات اللي ممكن تعملها بحيث ان العصابات قل في واحد عيبه مثلا ان هو غير منظم في واحد عيبه ان هو محتاج حد راجع على شغله وساعدت الشغل الطابة باش مزبوط فانا عارفت عيبه اقدر خلي حد تاني معي يخش يساعد ويتلافى العيوب ديت تمام او كلفه بمهمة باش هتتعارض مع الحاجات دي يعني لو واحد ما بيعرفش تعامل مع الناس طب ماش يمكن ياخد وظيفة او ياخد حاجة مهمة مالاش علاقة بالتعامل مع الناس لو واحد مثلا مشكلة في الانجليزي خلاص خد حاجة بالعربي يعني نبدأ نشوف كل واحد ممكن يعمل ايه طب خلينا ناخد حاجة على مثال الدول في ناحية الاعتراف بالخطأ والتكبر على الاعتراف بالخطأ الولايات المتحدة بتطور التعليم كل شوية بس فوجت سنة 1957 ان التحاد سفيتي اطلق امر صناعي سيبوتنيك فهم قالوا شميعني هم يعني ايه المشكلة عندنا ليه احنا موصلناش لحاجة كده فخلاص من السنة دي من 1957 بدوا يعملوا مؤتمرات امتهم في خطر وقعدوا يناقشوا الموضوع ديت وجاووا تقارير رهيبة جدا agenda of action وبعد كده تقارير يعني بدأ كل شوية يعترفوا احنا عندنا غلط احنا عندنا مشكلة والحد يعني عملوا قطة بعد كده ستنة هفتة سمية واسعين ان امريكا عام 2000 في حاجات بتتعمل تمام احنا احنا هنا لازم اعرف انا فين واعايز اوصل لفين تمام يعني حتى مثلا في مجال البيم في بريطانيا جمئة له احنا هنقسم البيم من الاربع مستوى عايزين نعرف احنا فقال مستوى وعايزين نوصل المستوى امتى فاكتشفوا ان هما بيم زيرو طلع التقرير بيم زيرو تمام وهنوصل الموضوع ده على الامتى هنعمل كذا 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 يبقى في 2016 هنوصل لبيم توم وفي 2016 هنوصل لبيم سري يعني بدأ يعني الخطوات يمشي عليها تمام فلازم اعترف بالخطأ وعلى اعترف بالمشاكل عشان اكمل انا في شركة مشاركات بعد ما اشغلت فترة عملت تقيم احنا 15% المشاكل اللي عندنا هو 1-2-3 لازم معالجة مش عشان انا نشغل في الشركة لا احنا 100% لا احنا فعلا بصوبة بتاعنا بتقييم معين بالداول معينة بحاجات احنا في المرحلة دي طيب ده امريكا وبعد فترة من كم سنة بيعملوا لقوا ان التعليم في بعض الدول متفوق عنهم في اليابان مثلا وكوريا الجنوبية بشي الشمالية لان الشمالية حجم عسكري متفوق عن التعليم الامريكي حتى دول اسكندرفية في دول كتير جدا متفوق على امريكا فراحوا عملوا اجتماع ولازم ازاي ان يخل التعليم بتاعنا افضل وازاي ان نطور التعليم وبدأوا يطوروا القصة دي وحاجات دي كلها طيب احنا عندنا بقى في مصر في وقع علم من العلماء شايف الكلام دوت فراح قعد مع حسن بارك طبعا خدت وقت على المعرفة يوصل له وراح قال له ده والله امريكا عملت حاجة اسمها امتهم في خطر والله اطور التعليم وعارفوا ايه مشاكلهم وعارفوا ازاي عالجوها وكان التقرير ناري واتهم المدرسين واتهم الواحد المناجي التعليم وزاي المناجي التعليم ما بيتطورش وازاي احنا بقاعدين با نفس الطريقة اللي جددنا كانوا قاعدين بيها بينما المبالت منذاped تتطور كل سنة والعربيات وشيقات دي لازم تعليم بتطور هو وholdersجه دي كلها فراح مكان له موزير التعليم وزير التعليم العالي ووزير التعليم الواطي وجابوا كل الناس وعملوا مؤتمر كبير قوي وطلعوا التقرير اسمه امة الليها هو مستقبل اثبت ان احنا معللاش مشكل خالص واننا كلنا زي الفل وان احنا التعليم بتاعنا احسن من امريكا واليابان والصين وكوريا وكل الناس دول يتعلمون عندنا تمام طب طب كده التعليمش يتطور مضبنا احنا بيشوف اعترفين ان عندنا مشكلة او ان المناج بتاعتنا فيها اخطاء او ان في مشكلة مثلا المرتبط بتاعت النود يعني لازم نشوف المشكلة فينا عشان نبدأ نعليجها تمام فلازم نبدأ ان نعترف باخطاء كاشخاص او كمنظمات نبدأ ان نعترف ونقول له الله احنا عدينا مشكلة واحد اين ثلاث اربعة ولازم نعترف بيها ونعليجها وكل مشروع نطلع اخوان احنا اغلطنا في المشروع ده وكذا كذا كذا نكتبها تمام ويلا مش نعمل في اخطائك تعرف اخطائك مين بعد ما عمسك بصدق وبدأ اكتب الحاجات ديت وشوفها شوف واحد انت عايز بيتعتبر قدوة او انت عايز توصل ليه وشوف ايه الحاجات اللي عنده وش عندك مغير الحاجة ده ومغير الحاجة خالص مغير ما تحسده ومغير ما تبلغ عنه البوليس وتقول انه هو حدد الحكمه بتاعه ومتبدأ تكتب المزال اللي عنده وتحول ان انت تكتسب الصفات دي هاي ممكن دعد ما حد يبتصك فيه وتخليه يقول لك ايه العيوب وتبدأ تعالجها هممكن تشوف واحد يكون هو متخنين مع بعض وتتكلم معه فهو يقول لك العيوب وانت تتغرد وتتسبك من موضوع ان انت متخنين مع بعض وتبدأ شوف العيوب دي تعالجها والطريقة السريعة جدا ان انت تقول لمراتك مثلا ان انت عندك عيب واحد وعز اتعالجيه او لا على العيب دوت وحاول اتعالجيه بس هي هتقول لك على عيوبك وعيوب جرانك وعيوب قريبك وعيوب الناس اللي في الدول المجاورة اشتركوا في القناة